من جديد اهلا بكم قال مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون ان الاتصالات الامريكية مع روسيا لم تشمل اي تفاهم بشأن هجوم قوات الاسد على مقاتلي المعارضة في ادلب محاذر الروسيا من استخدام الاسلحة الكيموية في حال هجومها على المحافظة ويأتي التحذير الامريكي بالتزامن مع الحديث عن نية قوات الاسد والميليشيات المساندة لها بدأ عملية عسكرية في محافظة ادلب في الايام المقبلة في ظل وجود نقاط المراقبة التركية مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي جون بولتون على ما جرت عليه الدبلوماسية الامريكية في الشرق الاوسط مسعر النار الحرب وكأنما يمهد الطريق امام موافقة امريكية على هجوم اخر تحضر له روسيا والنظام على ادلب شريطة اللا يستخدم فيه السلاح الكيموي بولتون نفائية تفاهمات مع روسيا بشأن عمل عسكري على الشمال السوري تردد الحديث عنه كثيرا في الاوينة الاخيرة ولا سيما بعد تراجع الدور الامريكي في سوريا والذي لو لا القوات الايرانية لانتها بشكل كامل على حسب قول بولتون صفقة الجنوب كانت على المقاسي الاسرائيلي واضعة مصالحة الابيب في رأس القائمة ودافعة بالقوات الايرانية بعيدا عن الحدود ومفسحة المجال لقوات الاسد كخيار مقبول من جميع الاطراف وهو ما يقرأ على انه تحدي واضح للدور التركي الساعي لاستكمال المشروع الذي بدأ بجرابلوس والباب ثم عفرين التطورات الاخيرة رافقها ظهور لقائد هيئة تحرير الشام في اكثر المناطق حساسية جبهة اللاذقية التي تتطلع اليها انظار النظام وحلفائه متخذة من الجولان وجماعته ذريعة وحيدة في كل جرائمها على الجغرافيا السورية وهو ما اعتبره مناهض الهيئة تقديم المنطقة للروس على طبق من ذهب في حين اصر الجولاني على تسميته بالرسالة القوية للغزاة والاعلان عن اكمال التجهيز والاستعداد للحرب ان وقعت وما بين تصريحات بولتون وتهديدات روسيا والنظام واستعدادات الجولاني وفصائل المعارضة وتطمينات نقاط المراقبة التركية يبقى مصير ادلب والشمال السوري باحثا عن اجابة صحيحة ربما تحملها الايام القليلة القادمة ولفتح نقاش في هذا المحور نرحب مجددا باندريم متازين الكاتب والمحلل السياسي من موسكو عبر الاقمار الصناعية ومصطفى سيجري قياديهم في الجيش الحر ينضم الينا من انطاكيا ونرحب ايضا بحمزة المصطفى الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من لندن عبر الاقمار الصناعية ايضا ورحب بكم ضيوفي الكرام وابدأ معك سيد حمزة ما سبب تصاعد الحديث بشكل كبير في الاوين الاخيرة عن ادلب وامكانيات فتح معركة في ادلب يعني مستشار الامن القوم جون بولتن تحدث ومجموعة مسؤولين دوليين تحدثوا عن امكانيات حرب معينة اوشان عمليات معينة في ادلب في ظل يعني ذكرى مجزرة الكيماوي ما هو السبب برأيك؟ يعني في حقيقة تصريحات التي تشير لوجود او على احتمالية انطلاق عملية عسكرية في ادلب ليست جديدة وليست وليدة هذا الاسبوع وليست وليدة ولا علاقة لها بتصريحات جون بولتن منذ شهر تقريبا ومنذ جولة استان الماضية وروسيا كانت تهدد بشكل او باخر بشأن عملية عسكرية في الشمال بعد ان استتبه لها الامر وبعد ان نجحت في العملية التي اطلقتها في الجنوب بعض المصالحات وبالتالي هناك بشكل او باخر هناك الان الملف السوري عسكريا في نهايته بعد ان استتبهت الاوضاع تقريبا بحسب مناطق النفوذ بحيث تكون القسم الشرقي خاضت تحت الادارة الامريكية تحميها بوجود قوات سوريا الديمقراطية ونعرف مناطق درع الفرات وغصن الزيتون التي استقرت طيب سيد حمزة كان هناك امر لافت جدا جاء على اللسان جون بولتون كيف تقرأ التحذير الامريكي لروسيا والنظام من استخدام اي سلاح كيموي في حال شن معركة في ادلب هذا الشيء لا فتا ليس كذلك انا صراحة ان تصريحات بولتون لم تخرج عن سياق الاستراتيجية الامريكية التي دابت عليها الادارات منذ ادارة اوباما ودابت على تكرارها ادارة ترامب هناك الولايات المتحدة الامريكية كانت مهتمة في داعش والان خطر داعي الزال الان مهتم بشكل او باخر باجات تفاهمات لاضعاف ايران في سوريا والشيء الثالث هو عدم استخدام الاسلحة الكيموية بسبب ان الولايات المتحدة او ترامب تعاحد بالرد العسكري في حال قيام النظام او روسيا بهذه العمليات وبالتالي انا لا ارى ان هناك اهمية ان الولايات المتحدة الامريكية تنظر بعين الاهمية او بعين الريبة في الوقت ذاته لاحتمالية قيام روسيا بهجوم على ادلب دعني اقول بشكل صريح هذه المنطقة منطقة ادلب وباقي المناطق لا تعتبرها الولايات المتحدة الامريكية اهمية واولوية لها منطقة ادلب الان هي جزء من مسار استانا وبالتالي هي ضمن التفاهمات التركية الروسية وليست ضمن التفاهمات الامريكية الروسية وبالتالي المسؤول أو من يجب أن يلقي بالا أو يهتم بهذه المنطقة هم الأدراك من جهة باعتبارهم أحد الأطراف الضامنين للمعارضة السورية في مسار أستانة ونحن نعرف أن مصير إدلب بهذا الشكل غرب السكة وشرق السكة الذي تمخض عن عمليات عسكرية قبل ستة أشهر مضى هو جزء من التفاهمات التي جرى توصل إليها في مسار أستانة وليس في مسار أي شيء آخر نعم سوف أعود إليك لكن على كل حال يجب أن ننتقل إلى ضيفي من موسكو أندري متزين سيد أندري برأيك للتحضيرات الأمريكية لموسكو والنظام من شأن عمليات عسكرية ومن استخدام السلاح الكيموي في إدلب هي تحضيرات جدية أم هي مجرد بروباغندا إعلامية معتادة بالنسبة لأمريكا والدول المعادية للسياسة الروسية في سوريا برأي الأقوال جون بولتن لا أكثر من بروباغندا نحن نعرف تماما أن آخر القصف لديماشك من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كانت نفذ تحت ذريعة كاذبة قالوا أنه تم استخدام الأسلحة الكيموية في دوما لم تكن استخدام هذه الكيموية وروسيا أثبتت ذلك وطبعا الكلام حول استخدام الأسد السلاح الكيموي هي زريعة للقيام بالضرب جديد على الأسد هذا واضح تماما هذا واضح من وجهة نظر روسيا فقط صيد أندري لكن هناك دولة أخرى وإجراء تحقيق أخرى كان لديها إثباتات أن السلاح الكيموي استخدم من قبل النظام هذه الجزئية يجب أن نتكلم بها منظمة خازر الأسلحة الكيموية لم تؤكد ذلك لم تؤكد ذلك الخبارات الروس كانوا هناك أصدرت ست تقارير بما يتعلق بهذه الترائم على كل حال التحقيق ما زال قائما يمكن أن ننتظر حتى تظهر النتيجة الواضحة أكبر تحقيق لا يزال قائما ولكن روسيا قد تكشفت نقاب عن الخوز الموضوع الذين كانوا يعملون الأفلام المفبركة هذا ليس السر هل أنت ترى بشكل مباشر أن روسيا ممكن أن تقوم بحملة عسكرية على إدلب ويمكن أن يكون هناك خلاف كبير بين روسيا وأمريكا بهذا الموضوع خصوصا أننا نعرف أن هناك تركيا يعني تركيا نقاط مراقبة تركيا موجودة هل يمكن أن تقوم روسيا بعمل عسكري والأتراك موجودين وهناك تفاهم معين براية روسيا لا تهتم إطلاقا بإجراء أي عملية عسكرية في إدلب أولا لأن إدلب هي منطقة خفض التسعيد على التطاق تحت المسؤولية التركية وروسيا تعتمد على تركيا بهذا الخصوص ثانيا إذا كانت ضروري إجراء أي عملية في إدلب فيجب أن تكون عملية جراحية لأن هناك الكثير من القوى المعرض المختلفة المتطرفة والمعتادلة روسيا لا تستهدف الجيش السوري الخور والقوى المعتادلة قد تستهدف فقط جبهة فتح الشام جبهة النصر والقوى المتطرفة وتقتصر من ذلك ولكن روسيا تدرك تماما أن إدلب قد تحولت إلى قنبلة موقوطة نتيجة لترحيل المتشددين من جميع أنحاء سوريا إلى هذه المنطقة سوف أنتقل إلى سيد أندريس سوف أنتقل إلى سيد مصطفى القياد في الجيش الحر ضيفنا من أنطاكيا سيد مصطفى ظهرت صورة لأبو محمد الجولاني قائد جبهة تحرير الشام وهو على خط التماس على أخطر جبهة وهي جبهة الاذقية التي يقول بعض المراقبين الميدانيين والعسكريين أنها مهددة بالانهيار بأي لحظة وهنا السؤال ما هي الرسالة من هذه الصور التي ظهرت اليوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية قبل التعليق حول ظهور المجرم أبو محمد الجولاني لا بد من الرد على السيد ماتازوف للأسف هذا الرجل ما زال مستمر في الكذب والتدليس عبر القنوات والفضائيات العربية روسيا لم تقم بأي عملية استهداف لقوى جبهة النصرة ولا حتى تنظيم داعش روسيا لم تستهدف في سوريا إلا المدنيين والقوى المعتدلة قوى الجيش السوري الحر كل المقرات جبهة النصرة في المناطق المحررة لم يتم الاعتداء عليها اطلاقا من قبل الاحتلال الروسي روسيا ما زالت تستمر في مسلسل الكذب والتدليس وللأسف السيد ماتازوف قد أصبح بوقا لهذا النظام المجرم الذي ما زال يمارس الإجرام بحق الشعب السوري طيلة السنوات السمان الماضية وللأسف نعتبر بأن ما يقوم به أبو محمد الجولاني المجرم الآخر يأتي في سياق المهام الوظيفية الموكلة إليه من الجانب الإيراني وظهوره يوم أمس على إحدى الجبهات الأهم والتي تعتبر الأكثر أهمية لداء النظام وهو يحاول وقد حاول سابقا في الفترات الماضية أن يسيطر على القمم ومرتفعات جبال الساحل بهدف أن يصبح مسيطر ناريا على منطقة جسر الشغور وما حولها لذلك كما قلت بداية نعتبر ما قام به المجرم أبو محمد الجولاني يأتي في هذا السياق سياق المهام الموظيفية وهو في مأمن يعني لا يمكن إقناع الشعب السوري بأن الاحتلال الروسي وما يمتلكه اليوم من إمكانيات عسكرية وتكنولوجيا بأنه لا يمكن له أن يحدد مكان أبو محمد الجولاني وأيضا لا يمكن أن يحدد طيب سيد مصطفى سوف أتكلم معك بأمر مباشر بهذا الموضوع بما أنك من أبناء تلك المنطقة لو نتكلم بشكل علمي أكثر ما مدى وجود جبهة النصرة كقيمة عسكرية وكنتشار في تلك المنطقة هل جبهة النصرة سابقا جبهة تحرير الشام حاليا هذا الوجود كيف تصف لنا إياه بشكل عسكري وعلمي بالتأكيد لا تشكل أي قيمة إيجابية للقوى السورية في النظر إلى تاريخ هذا التنظيم هو لم يقم إلا بعمليات عسكرية استهدفت القوى السورية استطاع القضاء على أكثر من 20 فصيل عسكري سوري في الشمال السوري قام باعتقال وقتل واغتيال وخطف الكثير من النخب والكفاءات السورية في هذه المناطق كل ما قام به هذا التنظيم للأسف يصب في صالح النظام وإيران ومن خلفه الاحتلال الروسي ولكن للأسف ومن خلال الدعم اللامحدود الذي يتلقى هذا التنظيم ومن خلال أيضا إدعاءاته بداية عندما دخل في هذه المناطق بأنه جاء لنصرة الشعب السوري وأنه سوف يعمل على تحكيم الشريعة في هذه المناطق استطاع التغلل في صفوف قوى السورة وأصبح من الصعب على القوى السورية بداية إنهاء هذا الفصيل بشكل مباشر وأيضا الضربات المتلاحقة التي تتلقاها القوى السورية من الميليشيا الإيرانية وقوى النظام وأيضا من الطيران الروسي لم يعد فيه من المتمكن إنهاء هذا الفصيل دون أن يكون هناك تأثير على باقي الجبهات المتاخمة لقوى النظام لنكون دقيقين الظروف جدا معقدة في منطقة تليب وكمان معقدة في المنطقة بشكل عام روسيا خلال الفترة الأخيرة حاولت دخول حبر البواب الغربية من خلال إقناع محاولة إقناع بعض القوى الغربية بإعادة الأعمار أو إعادة الأعمار عبر منفز الأسد بحيث يتم إعادة تأهيل وقد طلقت الباب الأمريكي في حز السياق لكن الأبواب جميعها كانت مغلقة كانت هناك إصرار من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل الدول الدعمة ومن قبل ولاية المتحدة الأمريكية بأنه لا إعادة للإعمار إلا بعد حل سياسي الضربة الثانية التي تلقتها روسيا كانت بالأمس بعد أخذ وراد حول وجود أو بقاء القوات الأمريكية في الشمال الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت صراحة أنها سوف تستمر وقامت بعض الدول الأقليمية مثل السعودية بتخطيط المبالغ التي كانت تسمى تحت مبدأات الاستقرار في مناطق شرق الفرات هذه منها وبالتالي الآن روسيا تحاول التلويح بوجود حرب التلويح بوجود حرب في إدلب هذا يعني أن هناك مصير ثلاثة إلى أربع ملايين شخص يعيش في مدلب سيكون مجهولا هذا يعني أن هناك احتمالية لتدفقات العديد من اللاجئين وهذا ما قد يرعب بعض الدول الغربية أيضا لا شك أن روسيا تستغل الظروف الدقيقة التي تم أربيها تركيا روسيا على مدار السنوات الماضية منذ تدخلها العسكر المباشر كانت صحيح أنشأت تفاهمات براغماتية مع تركيا لكنها كانت تستغل بشكل أو بآخر الفرص لتقتنس أو لتقلل من تأثير تركيا في سوريا أنا أعتقد أن مصير إدلب الآن أيضا هو يتعلق بشكل رئيسي بردة فعل الأتراك وأنا يعني بحكم المؤشرات الميدانية لا أعتقد أن الأتراك جاهزين بشكل أو بآخر للتسليم بعملية عسكرية روسية بدون أي مقابل أنا أعتقد أن هذا الأمر صعب وأعتقد أنه لن يكون هناك عملية عسكرية كبيرة وإنما استمرار الإسلوب الروسي الذي أشكرك كثيرا على كل حال حمزة المصطفى بحثم في المركز العربي لبحاثي والدراسة السياسات كنت ضيفنا من لندن عبر الأقمار الصناعية وشكر لك أيضا مصطفى سيجري القيادي في الجيش السوري الحر كنت معنا من أنطاكيا وأشكرك أيضا أندري موتازين الكاتب والمحلل السياسي كنت ضيفنا من موسكو مشاهدين الكرام شكر موصول لكم دائما بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة سوريا اليوم لهذه الليلة تفاصيل أو فتجدونها على موقع تلفزيون سوريا الرسمي إلى اللقاء اشتركوا في القناة